كيف ينظم طلبة التوجيهي وقتهم خلال عطلة عيد الأطحى المبارك معنا وضيفنا بالستوديو أستاذ محمد عواد مرشد أكاديمي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك كل عامكم بخير إلى كل مشاهدين كل عام وأنت بخير أستاذ محمد يعني صراحة التوازن بين الدراسة وأيضا الاستراحة العيد العيد طويل الناس تيجي بتزورنا بالبيت الأهل بروحوا عند أولادهم العمام والإخوال كيف ممكن طالب التوجيهي وطلبة التوجيهي يتعاملوا مع هذه الفترة أستخلينا ننوح على نقطة صغيرة في البداية أنه امتحانات التوجيهي الثانوية العامة في الأردن هي يوم الثلاث القادم 25 سبتة يعني بعد العيد مباشرة نعم بهاي الجزئية الصغيرة إحنا بدنا نعتبر العيد هو كسر للطالب من القلق والخوف والتوتر هلأ كثير من الطلاب صيبهم قلق خوف توتر بعد امتحانات التجريب القدمة في المدرسة شدهمته خلال الفترة الماضية وصلنا اليوم يوم عرفة وبكرة العيد عشان نكسر الخوف والقلق والتوتر اللي عنده الطالب لازم نعمل له جدول صغير بسيط يمشي عليه يقدر يسيطر على الموضوع بشكل كامل أنا حبلش معاك من اليوم يوم عرفة اليوم لازم نطالب قبل ما ينام يمسك وراقة وقلم يكتب بكرة شو بده يدرس مدة خمس ساعات وهي الخمس ساعات لازم يوزعها تفريق زمني يحدد المادة والأوقات ليه منحكي يحدد المادة والأوقات عشان بكرة يكون هاي بحاله ومهي الأهل على هاي النقطة الخمس ساعات بده تكون مفرغة حسب أوقات الذروة في البيت يعني احنا منعرف في عائلات بيكون عنده بتجمع صباحا في عائلات تجمع مساء وخاصة أن اليوم الأول لازم يكون يشارك العيلة في جو العيد الصباح يوم الأول من أيام العيد صباحا لازم يمشي بشعائر الدينية صلاة الفجر بعدين صلاة العيد بعدها إذا بده يكمل يلبس اللباس أنيق يفطر مع العائلة يعيش الأجواء ويشتغل على البرنامج اللي هو حدده قبل بيوم تمام خمس ساعات تعم يعني احنا عم نحكي أنه اليوم احنا بدنا إياهم يكونوا أكيد موجودين ويقوموا بواجباتهم الدينية وواجباتهم الاجتماعية ولكن بنفس الوقت يكون دائما حاضر بالفكر وحاضر بالعقل أنه هناك في دراسة وفي جدول محدد عشان لا ينضغطوا ولا يحسوا حالهم بالزنب لما يكونوا قاعدين مع أهليهم صحيح حسا اليوم الثاني من أيام العيد لازم يرجع كما هو معتد قبل العيد كان يدرس عشر ساعات لازم يرجع يدرس عشر ساعات 12 ساعة لازم يرجع عدو 12 ساعة وأنا هون بحكي في نقطة صغيرة بما أنه يدرس ساعات متواصلة في خطة نسميها عيد الاستقلال اللي هي 25 خمسة يدرس 25 دقيقة متواصلة يأخذ بريك خمس دقائر يدرس 25 دقيقة متواصلة يأخذ بريك خمس دقائر وأنا صراحة استرشدت في بعض البنات المتفوقات عندي لايان وجود سألتم بسؤال شو كان برنامجكم العام الماضي في التوجيه يوم العيد سأقول لي أستاذ محمد كنا نصحى صباحا نستغل فترة الصبح من الصبح لأن فترة الصبح ما في زيارات يدرسوها ويشدوا هميتهم للمساء لما يأتي عندهم الضيف يطلعوا يسلموا عليه خمس دقائق ويرجعوا ما يضيعوا ساعة أو ساعتين في الضيف اللي يأتي عليه لأنه هو الضيف جاي بيدي يعيد ويطلع فأنت بتطلع بخمس دقائق بتسلم على عمك على خالك وبترجعي عشان تكملي دراستك لأنه لحظة من لحظات ممكن الطالب بتطرب يدو يشتري الوقت وإحنا هون ملعب في الوقت إحنا بعد العيد مباشرة من تحنات الوزارية نعم طب يعني اليوم عم نحكي ربما هذا السيناريو اللي حضرتك عم بتحكيه أستاذ محمد هذا سيناريو للأشخاص اللي ما عندهم ربما بعض الخوف إحنا بنعرف إن في كثير طلاب عندهم خوف عندهم توتر عندهم تأثيرات ربما موجودة وتحديات عائلية موجودة واجتماعية اليوم إذا نحكي تأثير النفس اليوم الاجتماعي قديش بلعب دوره بالتحضير للتوجيه أنا بدأ حكي لك شغلة قبل أنا بدأ نصح الطالب عدة نصائح وممكن ينزال من خلالها التوتر والخوف نعم أول إشي في عندي قاعدة بتسميها اللاءات الثلاث لا 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 أول إشي بالعيد لا تطلعي قدام قاربك عمك خالي كنت مش لابسة لبسة تعيد الثاني لا ممنوع الضيعي العيد ودومة تدرسي لأنه إذا ما درستنا حديد عندنا الخوف والتوتر اللاء الثالثة كمان أنا عندي إياها مهمة جدا وممكن كان في لقاءكم في الصباح يحكي عن موضوع اللي هو موضوع لا موضوع الصحي لا نعمل عندنا تلبك معوي طبعا لازم تتمي في الجانب الصحي إليك صحيح إحنا بالأعياد بشكل عام يكون عندنا الضيافة موجودة بالصالون فالطالب يروح بأكل شكولاتو ويرجع فكمان عشان ما يصبنا أي تلبك معوي فلازم نحافظ على صحتنا بالدرجة الأولى أكيد وأنا هون كمان بدي أنصح النصيحة ثانية ثلاث نصائح سريعة في حال درس بالعيد شو باستفيد باستفيد ثلاث نقاط كمان النقطة الأولى رح ينجز في المواد ودى أنجز في المواد راح القلاق راح الخوف راح التوتر النقطة رقم اثنين في حال أنجز بالمواد رح يكسب بير والدين وأنا بهذا المكان باجي بحكي أنه بير والدين هو مفتاح للفرج مفتاح للنجاح مفتاح للتميز وانتو كسبت بير والدين إذا شافوك أنت قاعد بتدرس وبنهتم بالموضوع والنقطة رقم ثلاثة في حال هو درس واشتهد كسب بير والدين أكيد يوم النتائج رح يفرح ويعيش جو النجاح بإذن الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله يعني صراحة يعني كل توفيق لكل طالباتنا وطلابنا اللي رح يكونوا عندهم توجيه هذا العام وإن شاء الله توفيق لألهم ويعني أنا بحس الأهل كمان بكونوا جزء من النجاح يعني بحس الأم والأب بأخذ الشهادة مع أولادهم صحيح أنا نصيحتي للأم والأب أنا هون صراحة بدي أحكي للأم والأب اليوم الأول لازم يكون عندهم برود عصر يعني إذا شافوا الابن ما بدرس ما يشدوا كثير عليه لأن إحنا بالعائلات هم عندهم ولد واحد توجيهي هم عندهم خمس أبناء أربع أبناء فحرام يكركبوا يجو العيد عشان طالب التوجيه باليوم الأول بالنهاية لأنه اليوم حيمشي ويعدي بس في المقابل إذا كانوا هم يحرصين معي يعملوا له جدول من قبل بيوم ويشتغلوا عليه ويهيئوا الأمور إلو أكيد رح تكون أمور إن شاء الله مية بالمية الأقارب لازم كمان تعطيهم نصائح أستاذ الأقارب حكاية أنا نصيحتي للأقارب إحنا مشكلة بالأقارب نفكر حنا أيام من نحفز الطالب آه بدياك تجي معدل 99 أنا بدياك تدرس صيدرة بدياك تدرس هندسة أنا نصيحتي للأقارب بعض الكلمات ممكن تحبط ما تفيد آه فعشان هيك أنا بحكي للطالب دائما الدعاء الأهل لما يجودوا ينسلموا على الطالب التوجيه دعوله بس الله يفرحنا فيك الله ينجحك إن شاء الله تكون أمور منيحة هو الدعاء والدعاء كافي فقط نعم من غير شروط من غير شروط يعني مستعصية أنه يقدمها الطالب من غير ولا إيشي طبعا طبعا يعني وبعدين كمان ربما تغيرت فكرة التفوق بشكل أو بآخر زمان بدنا علامات كاملة صحيح وهلأ يعني أنا أعتقد أنه هلأ صار فيه حديث أكثر على قديش اليوم الطالب بده يدرس شيء هو راغبه صحيح بده ياخد معدل لحتى يقدر يدخل على الجامعة التخصص اللي هو بناسبه محتاجه وبناسبه سوق العمل قديش اليوم بطلب مثلا بعض التخصصات فاليوم صار فيه تأقلم مختلف صحيح مع التغيرات الموجودة حوالينا هل تعتقد اليوم من خبرت حضرتك أستاذ محمد هل الطالب عن جد عنده الوعي الكافي يعرف شو بده يدرس بعد التوجيه هلأ أنا بده أحكي لك شغلس إحنا مشكلة مشون إحنا الجيل بعد سنتين هو بده يختار تخصصه بالصف التاسع النظام الجديد هو بده يختار الطالب تخصص اللي بده يدرس في التوجيه في الجامعة من الصف التاسع فهون بتطلب الطالب يكون في عنده وعي عالي هلأ أنا إذا بدنا نربط الأهل والعيد في هذا المكان إحنا هسا مش وقت ننصح الأهل وينصح الطالب التوجيه بهذه الجزئية أيوه يعني إحنا بنعرف إذا بدنا نربط موضوع العيد في هذا السؤال أنا مش معني كثير اليوم عمك أو خالك يجي يحكي لك أنا بدي أكتر تخصص فلاني أنا معني بهذه اللحظة إنه هو يفكر كيف ينجحها لأنه ده نجح ومضى مشهر عمية النجاح وتفوق وجاب المعدلة العالي وقتها بعدها منصر نفكر شو التخصص شو الألية وشو التفاصيل اللي بنجي بالجامعة بعدين يعني بهذه الجزئية لأنه نحن هسا نضع لعنا لامتحانة الوزرية تقريباً 8-9 أيام يعني مش هالوقت الكفافي نصر نفكر بهذه الجزئية نعم وكلهم وراء بعض الامتحانات فأكيد في ضغط كبير كمان الوزارة ريحتهم شوي صغيرة يعني حتصلوا لهم امتحان الدين أول امتحان امتحان العربي تاني امتحان وامتحان الدين نحن عارفين بيجي خمسين دائرة كل الخمسين دائرة بتكون مباشرات سهلات بسيطات وتصريحات الوزارة جميعاً بتحكي أن الأسئلة مباشرة جداً ما في صعوبة في هاي الجزئية وامتحان الثاني امتحان لغة عربية فكمان بيكون بسيط خفيف يعني احنا ما ببلشوا معنا في امتحان دسم كيميا فيه زرياضيات حتى يتصعب الطالب منه يعني في البداية هيئهم نفسياً في مادتين سهلات خفيفات لطيفات يعني يلا يعني بالنهاية هيكي بأقل من دقيقة خلينا هيكي نلخص ما تم الحديث عنها بما يخص الطالب والجدول الدراسي خلال فترة العيد هلا أول إشي حكينا اليوم لازم يمسي كوراق وقلم يكتب بشو برنامجه أول يوم العيد وبعدين يبلش تاني يوم العيد جدول تلقائي كامل عادي طبيعي ما فيه مشاكل الأهل عيشوا أجواء العيد بشكل فرح لأن العيد فرحة العائلة الكريمة أخ عام عم خال مات تزيد اللوم على الطالب عيشوا أجواء الدعاء ونبف من هذا المكان بما أنه بيوم عرفة بنحكي قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء دعاء وعرفة فإحنا كمان نستغلي اليوم بالدعاء لطلاب التوجيه بهذه الجزئية الكاملة إن شاء الله يعني شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ محمد عواد مرشد أكاديمي وإحنا كمان من هون منقول كل عام وجميع طلابنا وطالباتنا على مقاعد التوجيه وداخلين على هذا الامتحان كل التوفيق لإلكم وربنا إن شاء الله يوفقهم ويكلل جهودهم بالنجاح إن شاء الله